بيقول لك ما جابوا ليش اللعيبة المسألة مسألة فلوس فلوس ايه اه سمعني طب ما تقول لي مين اللعيب اللي انت كنت عايزه ما جاش طب ما انا هسألك السؤال ده مفيش مين اللعيب اللي كان عايزه مفيش ما كانش في كلامه عن فروضة خالص 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 ده انا لاحظت كمان حاجة واستغربت لها انت في مباراة مع البيراميدز المكسب فيها هدف اساسي باعتبار اولا مباراة مهمة جدا في كاس مصر الفوس فيها حتمي التعادل لا يفيد والهزيمة كان لازم ان تكون اكثر حرصا على تفاديها قياسا على ما سبق وفاجأ في التشكيلة باش ماندس الفرودين والله جود احاولي مروان محسن وصلاح محسن اللي بيقول لك معديش فراود يعني معديش فراودة وعنده الفرودين الدوليين فرود منتخب الاول وفرود المنتخب اللي لومبو والمنتخب اللي لومبو المنتخب الاول برضو واحد عنده ظرف ربنا معاه بتاع والده بس بقاله اسبوع ده فيه ناس بتيجي في نفس اليوم تاني يوم تلعب لا صلاح محسن كان يعني ما طلبتش منه لو انت حطه في حسابتك لو في نفس الوفاة في نفسه اليوم لعيبة الراجل عمره ما يتأخر انت ما جبتوش اعملته طويل انما لو قلت المروان يا مروان استنى تلات اربعة ايام واخد اجازة احنا بعد كده تطلعين اجازة هيقولك لأ ده تلقى مروان نفسه استغرب انك وفقتله في حين ان انت كان ممكن ياخد اجازة الجواز بتاعته بعد المباراة ما انا بقول اه تلات ايام هياخد شهر برضه بالزبط انما انت جايد تفقد الفرودين بمزاجك يبقى انت يا راجل بتعاني من نقص الفرودة ولا انت شاف ان عندك معناها ان عندك حلول ما تدي الفرودين بتوعك يعني برا لسه لعذار مختلفة وكنت تستطيع انك تحتفظ بهم تستطيع ان تحتفظ بهم تاني يبقى معنا كده ان انت شاف ان فرقتك لا تعاني من اي نقص وعندك الحلول انت مورتناش حلول انت حتى جيرالدو اخرجته برا التشكيل يعني انت جيت على القوة الضريبة بتاعتك اللي هو جيرالدو في كان قياسا عن ربع ساعة أو تل ساعة للعبة وكنا بندافع بنقول اهم حاجة ان هو لما عمل تغييرات كانت مؤسرة وقالنا شوف ازاي تلت تغييرات ان ما نزل وغيره منظر اللعب والشيء جاب بون شكله ايه وجيرالدو عمل كم كم فرصة وكان بيدافع ازاي عمل حاجة جاب اجايه وشل حمد فاتحي ونزل افشة يعني هو ما عرفش ما عرفش دماغه قالت له ايه الربع ساعة اللي جاي دي نعمل ايه في الفرقة ولا هو كانت مغامرة طائشة عسى طلتش معاه حاجة هو واضح في المؤتمر ترجمة لمسيرة وشخصية هذا المدر ترجمة نانسي قنقر